نظمت دائرة الإعلام والثقافة بالأمنة العامة للتجمع اليمنية للإصلاح يوم أمس الأول لقاء موسع للناشطات الإعلاميات في مكاتب الإصلاح التنفيذية من مختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الإصلاح وفي اللقاء الذي ضم أكثر من أربعين ناشطة إعلامية أشاد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح عدن العديني بدور المرأة الإصلاحية في مواكبة العمل الإعلامي وعكس الصورة المشرفة للإعلامية الواعية والمثقفة وأكد العديني على أهمية دور المرأة في المعركة الوطنية وتطوير الأداء الإعلامي بما يواكب الأحداث التي تشهدها البلاد من جهتها ثمنت مسؤولة الإعلام بدائرة المرأة بالأمان العام للإصلاح عابر الحميدي دور الناشطات الإعلاميات وجهودهن في مناصرة القضايا الوطنية والحقوقية وأعربت الحميدي عن اعتزازها بالتضحيات التي تقدمها المرأة في مختلف الميادين في سبيل مناصرة القضايا الوطنية والذود عن الوطن ومكتسباته وثوابته والدفاع عن الحقوق والحريات